اشتركوا في القناة الداخلية التونسية والوفد المرافق حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات ألقى معالي الوزير خلالها كلمة أشهد فيها بالعلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين والتي هي ولله الحمد في تنام مستمر بدعم وتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدة وأخيه سيادة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة حفظهما الله بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسيرة التعاون والتنسيق في سائر المجالات وبخاصة في المجال الأمني وأضح معالي الوزير أن هذه الزيارة فرصة لوضع الأطر لتفعيل اتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين أثناء زيارة سيادة الرئيس الباجي قائد السبسي لمملكة البحرين في السابع والعشرين من يناير من العام الماضي مقدرين دور الجمهورية التونسية الشقيقة في تعزيز التعاون العربي ومساهمتها الفاعلة في دعم كل الجهود لتحقيق الأمن العربي من خلال من خلال إعلاقتها الطيبة مع سائر الأقطار العربية ففي العاصمة تونس مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تحتضن واجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وما يظهر عن هذه الاجتماعات من قرارات وتوصيات تساهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني العربي حيث تترأس البحرين الدورة الحالية معربا عن تطلعه إلى الاجتماع القادم في تونس الشقيقة في مارس من العام الحالي كما أشهد معالي الوزير بما تقوم به الجمهورية التونسية من جهود وفقة في محاربة الإرهاب وترسيخ السلم الأهلي والتعاون مع مختلف الدول لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة مشيرا إلى أن تونس تجاوزت تداعيات مرحلة الربيع العربي بحكمة قيادتها ووعي شعبها وتمكنت من ترسيخ مبادئ العدل والمساواة والمحافظة على النظام العام وتحقيق الاستقرار المنشود هذا أعرب معالي الوزير في ختام كلمتها انتمنياته لمعالي وزير الداخلية تونسي والوفد المرافق بطيب الإقامة في مملكة البحرين وأن تحقق هذه الزيارة الأخوية أهدافها في الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في المجال الأمني وبما يخدم الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين وقد تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني وسبل تطويرهما لما فيهما الصحة البلدين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تحديد الأولويات في إطار تفعيل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين الشقيقين من جهته عرب معالي وزير الداخلية تونسي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على حفاوة الاستقبال مبدي أن ترحيبه بفتح مزيد من أفاق التعاون والتنسيق المشترك في ضوء أفاق التعاون بين البلدين في المجال الأمني وأكد أن تفعيل مجالات التعاون الثنائي سينعكس إجابا على مصالح الشعبين الشقيقين معربا عن تمنياته لمملكة البحرين بمزيد من التقدم والازهار ودوام الأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة